النهاردة صفحة 34 35 36 ده مدحان بيراجع الترم كله او المنهج كله بتاع الترم الاول. طبعا انا هرى معاك واللسنين وحل بعد كده. طبعا هنحل مع بعض طبعا هنروح ببعض فيه. شروك شروك is 12. شروك عندها 12 سنة. she is in preparatory one. وهي في قولع دادي. she goes to school with her sister لبنى. she is she's parents او شروك's parents اللي هو بابا وماما شروك يعني والدين بتوها. are doctors at the hospital. دكاترة في المستشفى. يبقى شروك goes to school with her sister لبنى. لبنى only معلونا بس. شروك is n. not stage. stage يعني مرحلة. عندنا primary school primary stage and secondary secondary school. بسو. عندنا هنا احنا عندنا في الابتدائي primary. وفي الاعدادة عندنا آآ preparatory اللي هي الاعدادة. وال secondary لو Children. والي هو المرحلة الجêmesعية. طبعا البيت ديت شروك الحلوة دي في hanno preparatory checklist. Preparatory or prep school or prep stage. شروق parents. بابا وماما شروق. Work is in hospital. Work is in hospital. يعني شغالين في نفس same place. Same place يعني نفس نفس المكان. شغالين اتنمع بعض. نقط work in hospital. بابا وماما شروق. شغالين في نفس المستشفى. صح؟ يبقى شروق parents. شغالين في المستشفى. يلا بينا على المحادسة الجامدة جدا. المحادسة ما بين ريم و نسمة. او نسمة و ريم يعني. المهم من الاتنين دول هراحوا لمدرسة المكتبة المدرسة. بقى سكلة برشته. فهي سلمه طبعا على بعض. جود مورننج نسمة. وين والي ستارت دوينج او الرسيرش. وين والي دي يعني متى سوفا. وده كله في المستقبل الوسيط. هنعمل امتى البحث الرسيرش بتاعنا. فقيت لها ديورينج دي بريب. اثناء الايه? ديورنج دي يعني اثناء. اثناء البريك. اثناء الفسحة. عظيم. where نقط? ايه نزل لايه? او where ايه? where will we do it? او where will? ماشي. هنعملوه فيه? هتلاقي فيه ال ايه نقط? of course. i am ready. يبقى are you ready? هل انت جاهزة? يا حبيبي انا ماجيبش حالة من عندي. هنا are هتاخد you. يبقى are you ready? لان هي بتقول i am ready. اصحى معي. الاجابة دايما تقلبها لايه? لسؤال. الاي تخليها you. طالما تاخد are. is it easy to find the box? we need? هل سهل? هل سهل? هل سهل? ان احنا نلاقي الكتب اللي احنا عايزينا? yes of course. طبعا معنا انا داخل وقت لبنا نعمل ايه? انت معك يساوسن ولا حد. انت معك ينسب. فاتلاقى طبعا. هنمار احنا بنعمل ايه? فاتلاقى فينا فينا جملة. ده اجابة سؤال هو will help us? مين اللي هيساعدنا? بصوا جماعة. اللي هو اللي هو مين المكتبة. هو ده اللي بيساعد الناس دايما في الايه? في المكتبة. اي هوب اي هوب سو. انا اقمله ذلك. دايما اي هوب سو. ده تعبير برضو مشهور. دي كده المحادسة ومحادسة جميلة. طبعا اصح معايا النقطة. انا جبت ليبريان دي من دماغي. انت طالب مش عارف كلمة ليبريان. مش فاضي بقى تحفظها يعني. اكتب my teacher. واكتب اسم teacher. مثلا teacher علي. شغال. فيش ايه مشكلة. English teacher, Arabic teacher, art teacher. اكتبي اللي تكتبوا. it's okay. القطعة فيها قصة حلوة على بنت اسمها مونا. my name is mona. i went to be a doctor. ونفسي بقى دكتورة. here. ان كايب وفي القاهرة. so i always work hard. عشان كده دايما بشتغل كويس وبكتاج في اد سكول في المدرسة. عشان كده دايما بشتغل كويس وبكتاج في اد سكول في المدرسة. مع فيورت سبجكت المادة المفضلة بتاعتي art science. العلوم and computer studies. والحاسب الآلم. i also want to speak good english. ونفسي اتكلم انجليزي كويس. to other children. للاطفال التنين. in different places. في اماكن مختلفة. my teacher. teacher بتاعتي. is very good. جمدة جدا عسل. but i also like to use technology. لكن دايما انا بحب استخدم التكنولوجيا. i use a tablet. انا بحب استخدم التابلت. to practice my english. عشان اتدرب على الانجليش بتاعي. sometimes i use my phone. وساعد بستخدم الفون. to aydan. last year i learned english in london. السنة اللي فاتت اتعلمت انجليزي في لندن. with my family. مع عائلتي. it was fantastic. كان حاجة جمدة جدا. i cycled to summer school. cycled يعني ركبت الدراجة. للا ايه؟ للمدرسة اللي هي بتاع الصيف. every day كل يوم. and i met students from different countries. وقابلت طلبة من different countries. من دول مختلفة. i now and now have a friend from اغاندا. عندي صديقة من اغاندا. my favorite place was a river. انو كان مفاضل بتاعي هو النهر. in kimberage. في kimberage. it was very beautiful. كان جميل بس انا ما حاولتش ان انا استحقق اعوم في البحر ايه المادة المفضلة اللي عند مونة زي ما قلتلكم ساينس ان كمبيوتر ساينس دي مادة مفضلة هي نفسها تبقى دكتورة يبقى اكيد ساينس و كمبيوتر ساينس لشان هي بتحب التكنولوجيا زي ما قلتلكم شوية ان هي كانت بتقول انها بتحب المدرسة بتاعتها بس في نفس اللحظة كمبيوتر التكنولوجي ايه كمبيوتر الساديس سوري ليه هي نفسها تتكلم انجليزي كويس عشان هي عايزت لما تلاحظوا ان هي قالت ان هي عايز تتكلم مع ناس كتير يبقى عشان تتواصل لان اللغة طبعا بتساعدنا ان احنا نايد نايد من الصدقات مع الناس احنا اساسا ما نعرفش هيشين ازاي كمبيوتر كمبيوتر يعني يتواصل مع الاطفال الاخرين في اماكن مختلفة السؤال الاخير دايما بيبقى سؤال نقدي كده تحس انها عايز يرازيك مش اكتر يعني اللي هو كمبيوتر يرازيك مش اكتر يعني كمبيوتر يعني بيقولك ليه ليه هي راية انها تستخدم التكنولوجيا تمام؟ لان طبعا to learn عشان تتعلم search وتبحث and enjoy وتستمتع وانا كتبت because حطر ان انا اكتب جملة كاملة لكن to هنا تسمح بان انا احط بعدها افعال فانا قلت لكي تتعلم تبحث and enjoy وتستمتع the underline word it اللي هي it دي refers to a طبعا it هنا الكيمبريج النهر اللي هو اللي هي كانت مستمتعة وبشكل بس didn't swim ما حاولتش انها تعوم فيه السؤال الخامس دا بيبقى اصحى معايا دا عايز حد ارى قطع كويس وفهب where is mona now mona فين واخد بالك is يعني مضارع الراجل دا استخدم صيغة المضارع مونة النهاردة في مصر في ايجلت ازاي مست دا راحت اغاندا راحت كيمبريج وراحت انجلدر يا ابني دا كان الايه last year السنة اللي فاتت لكن هي النهاردة راجعت بلاتها الحمد لله وبتاكل فل وطعم ايش حاجة what does mona use to practice her english مونة عملت ايه عشان تبراكتس تتمرن على اللغة بتاعتها طبعا استخدمت التابلت واستخدمت الفون ايضا اللي هو a and b مونة دايمة بتتكلم على life and friends اللي هي الحياة والاصدقاء there are there are طبعا الاختياري نبدأ there are two two دي بمعنى كتير جدا لو جاب بعد صفة لو جاب لا لو جاب بعدها صفة people طالما people دي حاجة تعد يبقى ما ينفحش يا اما غير مني او ايه او enough او for you استبعد ماش كمل بقية الجملة on the beach let's go to different one خلينا نروح مكان ايه مختلف تاني طبعا ده كده ناس كتير too many people في ناس كتير على البيتش دوت عشان كده احنا مضطرين ان احنا نروح مكان تاني تمام my uncle is free اما تيجي تقرأ الاختياري تستبعد كده وانت ماشي وانت بتقرأ تستبعد واحد تستبعد حد ما ترسع على اتنين تختار واحدة منهم my uncle is very not عمي كذا او خالي he chooses things wisely يعني بحكمة يبقى sensible يعني البني قدم الحكيم الحساس اللي هو عبي يفهم دوت اسمه sensible wisely يعني بحكمة I love sports انا بحب الرياضة الرياضات كلها is my favorite school subject حد بيحب يبقى PE يعني PE physical education التربية البدنية the Egyptian football لا اكتب لكم physical education بالمرة عشان ايه ال-P مع ال-H بتنطق F physical physical education physical education physical education التربية البدنية خش على number 4 يلا عشان الوقت بيطير يلا بينا number 4 the Egyptian football team الفريق المصري بتاعنا arrived in Uganda arrived in Uganda ان حرف جرب يستخدم مع الدول انما لو انا حوصل البيت او المدرسة او المستشفى او المصنع او اي مكان او البارك النادي مثلا arrived at on a weekend عمر reads books at the club library نادي المكتب النادي طبعا typical weekend يعني typical روتين الاجازة العادية الاجازة النموذجية بتاعته بيروح يقرأ فيها spicy دي طبعا spicy عارفين الاغندي يعمل تأسية spicy physical دي بدني tropical ده اللي هو استوائي بعيدة خالصة عن موضعنا احمد likes history because احمد بيحب التاريخ because he loves about the past loves يا جماعة زي like زي hate زي enjoy بيجبها ده فعل زي ing learning ودل نبي تحت love learning my father and mother are my parents بنات بنات cousins أولاد عمامي حبيبي أولاد خلاني حبيبي برضا حبيباتي children أحسن ناس نفس شوفهم حربيهم تربية خبري سويد that tourists اللي هما السياح أجدع ناس are not a selfie are taking a selfie بياخدوا selfie like relaxing انا مش عايزة شرح لكم الكلام اللي انت باش هو tom is right about it tom بيكتب على ايه in his own lion واللين ايه lion dairy اللي هو اليوميات اللي بتاعته اللي هو بيحب يكتب فيها why don't we not swimming go swimming ليه احنا من روح تنعمل swimming اسحى معايا السؤال ده هو تقتراح ودايما بييجي بعدها فعلي في المصدر متعقش بقى عشان don't we didn't التلاتة دول يا حبيبي بقلبي ما صافي يعني بترجع الفعل الاصله what do you have for breakfast yesterday yesterday يعني امس يبقى دوحة ايه دد اللي بيجاوب معايا ده انسان محترم there are too much salt سلط ده يا جماعة لا يعد ملح in this recibe بتقولنا يعني وصفة طبعا there is is عمر shouldn't drink too much fruit بص يا جماعة عارفين لو فروت بس كلمة فروت بس ده تعد والله لان فروت بتتعد لكن فروت جوز عصير فاكهة ما بتعدش لا يعد عشان ده عصير فاكهة هيتعد ازاي تمام يبقى ما ينفعش يستخدم معاه much much دي للعدد انما لازم نستخدم much نستخدم ايه؟ much much دي تعبر عن الذي لا يعد much لا تعد كتير بس ما يتعدش زي الرز والمكارونة والسكر جيمينز اللي هم لعبة الجنباز نفسها ار لا شوف هو حططلك الاز دي يخمك بيها يا باش بس انت ايه؟ انت بطل قول له از يوه يخشع يوه اصح معايا حتحط له از عشان رغم من دي فيها از بس هي لا تجمعها يا مفرد الباراجراف ده يعني انا كتبها مليون مرة بل كتب بس والله العظيم لك كتبه تاني انا وراها حاجة مش هبديكوا بصوا انا هكتبه تاني لسبب انه انا في كل مرة بصوا وبانصحكم دايما انما تكتب باراجراف وهتقول ايه ده انا كتبه مليون مرة ده ايه الهاجة؟ لا اكتبه تاني ان انت في كل مرة بتكتب فيها بتستعين او بتستفيد بخبرة زيادة طالما تبيكال دي بحول حاجة حقول ماي نام ما هو اسمي وانا لازم اقول اسمي حقيقة ما وانا بصراحة اخترت عمر على اساس انه اسم اربع حروف كده وشغال وبعد كده بقى بقول مثلا انه بحالس حبادري I get up early It's my typical day The typical day ده اللي هو روتين I get up early بصحة الساعة تمانية طبعا المقررات زي ما كانوا بصحونا الساعة سبعة فكده حرم يعني ربنا سامحنا بقى الكتب يعني It's my typical day طبعا انا الحياة بصحة قبل تمانية لو انا راح للمدرسة حرفين كمدرسة تمام المهم بس اللي هو انا اطالب فتاني عدد ده حاسحة تمانية ليه ولا فقول عدد ده بنصح ونروحوش مدارس المهم It's my typical life ده الطبيعي بتاعي ان انا بصحة بادر ايه جوالي عادة باخد الفطار Have breakfast With my family With my mom With my friends وفين صاحبك اللي عايز قولك يا ابني تمام اتهم مع اصحاب في البيت With my family بس ده مش دايما ده يجوالي الجملة اللي بعد كده اكيد هروح المدرس I get to school هباي بكلمة جت ديت يعني انا على بوابة مش جوتو لسه رايح او رايح اهو لا انا يعني وقف قدام البوابة المدرس اللي مسك العصيان عشان لا يسوع العالم ايه المتاخرين I get to school الات 830 وبروح المدرسة او بكون موجود في المدرسة 830 لان المدرسة مش بعيدة عن البيت طب تمام بعد كده هاخد بقى Have lessons انا باخد دروسي تمام وكمان بحصل على break I have a break وكمان بحصل على فسحة تمام وباخد السناك بتاعتي وجبة خفيفة add break اكيد حجوع بعد كده I like to walk to school I like to walk to home I like to walk to home I like walking to home المهم ان انا بحب اروح البيت ماشي بوفر اجر التوكتوك 5 جنيه كتير برده After lunch بعد الغده خلاصت غديت اهو الحمد لله هعمل ايه I do my homework بس انا قلت بدل ما do my homework طب ما انا study hard اذكر بجيت and مثلا and do my homework واعمل ال homework بتاع تمام كده جملة نقفلها ويلا بنا نخش الجنال بعد كده لو انا قلت مثلا على المسائب I watch TV او I watch a movie بتفرج على فيلم كده في الايه في الصهرة انا كاتبة اكتب انت لتنين صح بس انا هنا بكلمة قصادت انها تكون فترة قصيرة عشان كده استخدمت كلمة at the evening لكن اللي هو مسلا ساعة او ساعتين في المساء بتفرج فيهم على موفي على فيلم on TV او on laptop او on mobile المهم قبل منام لازم اصلي يبقى مثلا قبل منام هعمل ايه بعد ما تنساش I have to pray لازم اصلي طبعا انا عارفة ان انتو ما تسمعوش كلمة بريديات اللي هو بمعنى يصلي بس اوكي احنا لازم نختراعلكو حاجات كده تمام وعايز انهي الجملة يا جماعة كده انا عايز انهي البراجراف لازم تنهي البراجراف بنصيحة او بفكرة او اي اي بوليكة كده اي نصيبة تحطها له بحس تحسسوا كده ان انت عايل فلوطة كده وفاهمه ومقطقط كده قول مثلا sometimes احيانا I listen to music بس انا الحقيقة طالما حنام يعني عالم يمكن افتس مثلا فاسمع مزيكة ليه طبعا انا اسمع قرآن I listen to قرآن تمام before sleeping او in the bed ممكن ربنا يهديني ولا حاجة فلوسطوب بطل كوابيس السلام عليكم